شنت مقاتلات التحالف العربي مساء السبت سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع المليشيات الحوتية في العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار بحسب تصريحات لقيادة التحالف العربي الغارات جاءت بعد رقود استمر لأشهر حيث لم تستهدف مقاتلات التحالف مواقع الانقلابيين في العاصمة صنعاء إضافة إلى تخفيف غاراتها على مختلف الجبهات العسكرية بالتزامن مع مساء دولية للوصول إلى حل سياسي مصادر محلية قالت إن غارات التحالف استهدفت معسكرات تدريب حوثية في الفرق الأولى مدرع وقاعدة الديلم العسكرية ومعسكر الصيانة ومعسكر الحفاء ومعسكر النهدين في دار الرئاسة في صنعاء كما شنت مقاتلات التحالف غارتان جويتان استهدفت مواقع المليشيات باتجاه منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء وغارة أخرى في محافظة ذمار العميد عبد مقلي المتحدث باسم الجيش الوطني قال إن التحالف العربي قصف مركزا للقيادة والسيطرة تابع لمليشيا الحوثي بصنعاء كما قصف أهدافا محددة داخل قاعدة الديلم الجوية ومواقع أخرى مجاورة وتوقع مجلي في تصريح تتابع الضربات في الأيام المقبلة بينما يواصل الحوثيون انتهاك اتفاق وقف النار في الحديدة ورصد أكثر من خمسمائة خرق منذ سريانه في الثامن عشر من ديسمبر الماضي تحالف دعم الشرعية في اليمن قال إنه استهدف سبع مرافق عسكرية تابعة للمليشيات في صنعاء مساء السبت مؤكدا حرص الشرعية والتحالف على سلامة المدنيين كما أكد أن معظم المناطق المستهدفة عسكرية خالية من المدنيين بحسب تصريحات للمتحدث باسم التحالف العقيد ترك المالكي أن الغارات استهدفت أماكن تخزين الطائرات بدون طيار ومرافق التدريب الحوثية وشدد التحالف على أنه لن يسمح للمليشيات الحوثية بامتلاك قدرات نوعية تهدد الأمن الإقليمي التحالف قال إن التحضير للعملية بدأ منذ أكثر من شهر إذ قام بجمع معلومات عن تلك الأهداف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر